اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف رأيت هذه الزيارة والرسائل التي حملتها هو طبعا زيارة وزير الخارجية الامريكية لمصر وبالذات في هذا التوقيت ويبدأ بها كمنصة للانطلاق لثمن دول اخرى في الشرق الاوسط هي السعودية والاردن والكويت وعمان وقطر كان على رأس هذه الزيارة مصر طبعا يؤكد على ان مصر هي الدولة المحورية في الشرق الاوسط وزات اهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الاوسط طبعا تأكيد وزير الخارجية الامريكية على الصرح الذي تم بناءه في العاصمة الادارية والممثل في مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح طبعا اكبر كتدرائية واكبر مسجد في الشرق الاوسط وفي القاهرة يعبر على رسائل مهمة يعني اكد عليها هو وزير الخارجية لمصر بان مصر هي كفيلة لحرية الاديان وحرية العبادة داخل مصر ده طبعا رسالة ذات اهمية بالفعل كان هو يمكن علق بالتحديد عندما ظهر يعني هذا المكان بقوله مكان رائع يعكس قدرات المصريين وحرية العبادة في البلد بالفعل دي كانت اهم رسالة هي عدم وجودة طهات ديني في مصر ده ده اللي كان كل الدول العالم بتنظر الى يعني دول الشرق الاوسط بان هناك العديد من التفرق في العبادة وفي الديانة ولكن في مصر مختلف الامر اختلاف نهائي وجزري لان هناك يعني حرية بالفعل للعبادة وحرية لتعبد في الاماكن التي تؤسسها الدولة المصرية وهي طبعا كان اكبر مسجد وكبدرائية ده شاهد وصرح كبير اكد عليه وزير الخارجية وزير الخارجية برضو عقد عدد من اللقاءات في مصر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري واكد برضو على الخطوات الاقتصادية والدعم الذي تقوم بها امريكا للاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر طبعا اكد ان هذه ستزيد فرصة الاستثمار الامريكي والعالمي لمصر حتى هناك الخطوات التي اتخذتها في سبيل الاصلاح الاقتصادي من التعويم الجنية ثم بعد ذلك الدخول في عديد من المشروعات وايضا خلق فرصة من خلال بنية تشريعية قانونية تستطيع في التحفيز على الاستثمار كل هذه الامور كانت معروضة امام وزير الخارجية واللي اكد بعد ذلك ان الشعب الامريكي ايضا متضامن مع الشعب المصري في حملته ضد الارهاب و يعني هذه الرسائل السلاسة هي حرية العبادة محاربة الارهاب وتضامن الشعب الامريكي مع الشعب المصري في محاربة الارهاب والاصلاح الاقتصادي هي تلت رسائل مهمة جدا يعني تخدم الهدف من هذه الزيارة والتأكيد على ان هناك علاقات قوية ما بين امريكا ومصر ولذلك هو اتخذها كاول دولة حتى يقوم بزيارتها خلال جولته لالتمين دول في الشرق العصر صحيح خلينا انتقل للتالي والتالي مشاهدين اتحدث عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء والذي ينفي في تقرير له عدد من الشائعات انتشرت مؤخرا الحكومة تنفي 11 شائعة انتشرت في 8 أيام لا صحة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال يناير الحالي ولا صحة لإحتواء ادوية الضغط على مادة مسرطنة يعني الحقيقة هما 11 شائعة في قطاعات مختلفة يعني الكهرباء التعليم الصحة خلينا نفند شائعة طلوة الأخرى هو طبعا بداية الأول هو كان مركز المعلومات في مجلس الوزراء عندما بدأت الأول عملية الشائعات تنتشر وتتم تدول على مواقع التواصل الاجتماعي تم إنشاء إدارة داخل مركز المعلومات لرصد هذه الشائعات بالفعل في 2018 كان عدد كبير من الشائعات انتشر وكانت الحكومة دائما تكذب هذه الشائعات من خلال مركز المعلومات من ضمن الخطة التي وضعتها مركز المعلومات ورصد الشائعات تم رصد 11 شائعات طبعا خلال 8 أيام الماضية من أهمها طبعا اللي بتركز دائما يعني حتى الشائعات في 2018 كانت متركزة على 3 قطاعات مهمة جدا وهي قطاع الصحة والتعليم وأيضا قطاع الزراعة هذه القطاعات الثلاثة هي من أكثر الخطاعات التي يتم استهدافها بالشائعات لذلك هناك 11 شائع كان من ضمنها يعني فيما يخص الصحة بأنه هناك أدوية لعلاج الضغط بيتم وضع فيها مادة مسارطنة بالضر للمواطنين ده طبعا نفته تماما وزارة الصحة وقالت أنه فعلا كان فيه مركبات يعني تم في 2018 إصدار قرار بسحبها من الأسواق ولا توجد لها أي نوع في الصيدليات الموجودة حاليا نعم من ضمن أيضا الشائعات كان هناك يعني زيادة عدد معدل مرض الضرن في مصر وطبعا ده غير صحيح بالعكس يعني نسبة الضرن في مصر قلت جدا بالنسبة لـ 13 حالة بتحدث لـ 100 ألف مواطن يعني كمان معدل القياس بتاحها الوفيات الخاص بها 3 من 10% نسبة الموجود في مصر نعم خلال 2020-30 هيكون عندناش مرض ضرن أصلا هتبقى مصر خالية من مرض ضرن ده كل الحكومة أكدت عليهم في هذه الشائعات أيضا كان بيتكلموا على المحميات الطبيعية وتخصيصها وخصخصتها وعطاها لشركات خاصة الكلام ده طبعا برضو مش صحيح نفيته الحكومة يمكن ده هنتحدث عنه بالتفصيل في حوار وزيرة البيئة كان أيضا كان فيه شائعة في مجال الزراعة والأسمادة كان برضو من ضمن الشائعات الانتشرت خلال الأيام الفاتت ونفيتها وزارة الزراعة وحاليا فيها مجلس الوزراء هي ارتفاع أسعار الأسمادة سواء في الشتاء أو في الصيف طبعا ده تماما تم نفيه أيضا كان بيتكلموا في مثلا انقطاع التعليم عن أعطاء دركتين رأفة لطلاب المرحلة السنوية ده تم نفيه برضو والتابلت أيضا والتابلت التوزيع على طلاب الصف اللي ابتداي ده طبعا غير صحيح ونفيته وزارة التعليم كان من أيضا بالنسبة للكهرباء أو قطاع الكهرباء كان فيه شائعتين هي زيادة طبعا رفع الدعم عن الفواتير والشائعة التانية بتقول أن مثلا العداد الكهرباء إزاك اللي هيتم تركيبه هتكون هناك رسوم إضافية وزيادة في الرسوم بتاعته طبعا برضو قطاع الكهرباء هنا فيه هذا الكلام وأكد أنه لا صح لهذا وهناك شيء أخر في مجال القوى العام عشان كان بقولنا عن 11 لم ولن يتم تصريح أي عامل وفقا لقانون العمل الجديد صحيح خلينا نتقل للتالي والتالي مشاهدين يتحدث عن مبادرة حياة كريمة والتي أطلق السيد رئيس عبدالفتاح السيسي الخبر يقول زيادة تعادت قرى مبادرة الرئيس حياة كريمة لـ 250 قرية يعني بدلا من 100 قرية أصبحت 250 قرية وده بناء على إعلان لوزارة تضمن الاجتماعي التفاصيل يا فندا هو طبعا اهتمام بالمواطن نفسه بمحدود الدخل هناك قرى فقيرة منعدمة عن البنية التحتية والبنية الأساسية لها لذلك بيتم إصابتهم بالأمراض وأيضا بيستطيعوش أنه يعيشوا في هذه القرى الأكثر فقرا لذلك كانت مبادرة يعني مبادرة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمعت كل الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر اتفقوا على أن يكون هناك مئة قرية في البداية حتى يتم يعني رفع فيها البنية الأساسية وتقديم الخدمات سواء من صرف السحي مئة شرب تقديم مشروعات صغيرة ومتنائية الصغر لهذه القرى هناك كان 12 قرية تم زيادة طبعا عدد 12 محافظة حيتم استهدافة تم رفع هذا العدد إلى 15 محافظة كان مفروض برضو المبلغ المخصص لرفع الخدمات داخل هذه القرى مقدر بحوالي 2.2 مليار و800 مليون جنيه كل هذا الأمر يعني يأتي في إطار الاهتمام بالحياة البني آدم والإنسان في مصر وده طبعا الهدف اللي بيأكد عليه الرئيس عفتاح سيسي في كل مبادرة يطلقها نعم ممكن حسب الخبر المحافظات التي ستم يعني زيادتها الوادي الجديد جنوب سيناء المحافظة ودلوادي أصبحوا 15 محافظة بعد انضمام الثلاث محافظات اللي زاكرتين وحضرتك المحافظات دي طبعا يعني ليه اخترنا المحافظات دي في الأول ليه فيه ثلاث محافظات بدأوا بالفعل يعني فيهم هي محافظة سواج وأسيوت وأسوان المحافظات دي اللي بتكون فيها نسبة الفقر 75% يعني دولا معدومي فعلا الدخل ولا يستطيعون إيجاد قوتة يومهم لذلك تم بالفعل يعني البدء في هذه المحافظات السلاسة هي أسيوت وأسواج وأسوان ده بالفعل بدأ الصرف الصحي فيها يعني التجهيزات والإنشاءات الخاصة بها بدأ أيضا تقديم المشروعات الصغيرة المستهدف من هذه المبادرة طبعا مليون ونص مواطن دولا مستفيدين أصلا من قاعدة بيانات تكافل وكرمة اللي عملها وزارة التضامن الاجتماعي نعم خلينا ننتقل للتالي والتالي بيأخذنا إلى قطاع الصحة الخبر يقول الصحة تعلن تصنيع 70 صنفا جديدا من أدوية الأورام يعني الدولة بتضع على رأس اهتمامتها ملف الصحة توفير الأدوية من خلال تصنحها يعني ده خطوة كبيرة في هذا السياق تفاصيل الخبر بالفعل الخبر ده إيجابي جدا أن شركة أجديمة دي شركة صناعات يعني شركة للصناعات والصناعات الأدوية في مصر وهي زراع الحكومة هي شركة حكومية تابعة الحكومة بالفعل هتتمكن إن شاء الله نهاية شهر يناير شهر سنة 2019 من تصنيع وإنتاج 70 صنف محلي الصنع من خلال تقديم لها الدعم سواء من وزارة الانتاج الحربي أو من وزارة الصحة الشركة دي بالفعل يعني بتقوم بعمل كبير خلال الفترة الماضية لذلك تم تكريمهم يوم الخميس الماضي تم تكريم قيادات المجموعة الخاصة بالشركة نعم طبعا هناك أمراض زي الأورام ستتقل في عملية المنظومة التأمين الصحي لذلك لابد من توفير العلاج الخاص بها يعني الخطوة الخاصة بالشركة التي ستنتج هذه الأدوية هي في الأساس خدمة لمنظومة التأمين الصحي اللي حيتم تطبيقه في مصر يعني حسب الخبر رئيس الشركة بيصرح مستعدون لتوفير الاحتياجات الدوائية لمنظومة التأمين الصحي الجديد بالفعل بالفعل يعني الهدف من الشركة أن تقوم بإنتاج محل الصنع طبعا معظم الأدوية أو كل الأدوية بنستوردها من الخارج لكن دلوقتي طبعا مع انتباه الحكومة إلى التصنيع المحلي من خلال يعني الأدوية أو في أي قطاع من القطاعات الأخرى غير الصحة يعني بيتجي إلى التصنيع المحلي ولذلك كان لابد من خدمة منظومة التأمين الصحي اللي حيتم تطبيقها في مصر بوجود أدوية متوفرة في الصدليات الخاصة للتأمين الصحي ومنها طبعا السبعين صنف اللي حيتم طبعا انتاجهم لعلاج أمراض الأورام وغيرها من الأمراض نعم مشاهدين التالي هو حوار أجرته الجريدة مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد هذا الحوار عنوانه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في حوار شامل لليوم السابع لا خص خاصة لمحميات الطبيعة يعني هي في هذا الحوار فتحت الدكتورة ياسمين عدد من الملفات من ضمنها وعند رأسها محميات المحميات الطبيعية أيضا فتحت موضوع مشكلة النظافة والمنظومة الجديدة في هذا السياق يعني قليلا نتحدث عن ملف فتر والأخر تمام هو بالنسبة للبيئة كانت من وزرات المظلومة يعني في مصر ما كانش حد فاهم أصلا شغلها لكن مع تولي يعني الدكتورة ياسمين فؤاد بدأت في يعني أخذ عدد منها الملفات منها تغيير المناخ في مصر التلوث وأيضا المحميات الطبيعية يعني بنمسك مثلا ملف المحميات الطبيعية كان بيتكلموا على أنه سيتم خص خاصة هذه المحميات لكن هي طبعا في الحوار ده نفت تماما وقالت أن هناك شركات سنة 60 بشركات من القطاع الخاص بتقوم بعمل خدمات داخل المحميات الطبيعية للزوار اللي هيزوروا هذه المحميات بالفعل مفيش محمية طبيعية في العالم إلا إذا كانت هناك شركة متخصصة بتقدم خدمات للزوار أنا كزائر هروح هذه المحمية لم أجد خدمات فيها فلن أزورها وبالتالي لابد من وجود شركات تدير هذه الخدمات أيضا تحدثت عن إنشاء محطة والأول مرة محطة لرصد التلوث الجو في مصر ودي محطة كبيرة عملها وأكبر محطة في الشرق الأوسط دي بتقيس عملية التلوث في العاصمة وهي محافظة القاهرة تكلمت برضو في هذا الحوار على أيضا أن الطيور المهاجرة معدلها ثابت وبالتالي يؤكد على أن التلوث نسبة التلوث في مصر قليلة ولم تصل أو تعدي أو تتجاوز المعايير الدولية الموضوع الدولي تكلمت على منظومة النظافة وده يعني ده رئيس الوزراء حاليا موجود في ألمانيا عقد عدد من الاجتماعات بخصوص منظومة النظافة هي هتكون أيضا موجودة في ألمانيا بحسب الحوار بتاحها بأنها ستكون هناك مع شركات وتحالفات لتدوير المخلفات وأيضا جمع القمامة بحسب حوار الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم السابع أكدت بأن هناك بالفعل اتفاق مع شركة عالمية في ألمانيا وتلت تحالفات أخرى دولة هيتولوا عملية جمع القمامة في مصر وتدويرها واستخدامها استخدام جيد حسب الحوار أيضا سيتم بالانتهاء بمشكلة النظافة نهائيا خلال عامين خلال عامين بالفعل ده الخطة الموضوعة لكن على الخطوات الموجودة على الأرض الواقع إن حالي الرئيس الوزراء بالفعل التقى زي ما قلت مجموع تلت تحالفات وشركة متخصصة في جمع القمامة في جمع المخلفات الأدوية والمصانع مخلفات أيضا الطاقة النووية وطبعا يعني بمناسبة موجود طبعا محطة الضبعة النووية لابد أن يكون هناك شركات قادرة على إدارة هذه المخلفات واستخدامها استخدام واستغلال جيد يعني بدلا من لقائها وعدم الاستفادة منها نعم خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدين اتحدث عن مشروع الأدان الموحد الذي سيتم تطبيقه نهاية الشهر الجاري بإذن الله حسم معركة الأدان الموحد بعد عشر سنوات من الجدل جمعة التطبيق نهاية تناير الجاري يعني سيتم إطلاق هذا المشروع بشكل تجريبي في القاهرة الكبرى حسب التوقيت المحلي يعني لهذا الإقليم وسيتم أيضا إطلاقه من خلال عشرة مساجد فقط بعد كده سيتم التعميم عفوا مئة مسجد وبعد كده سيتم التعميم على كافة أنحاء الجمهورية بالفعل هو طبعا هذه المعركة كانت موجودة منذ وأعلن عنها طبعا دكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق طبعا قبل 2010 كان هناك شكاوى وردت لوزارة الأوقاف بأن هناك أصوات سيئة تتكالب على الأزان وأيضا هناك تأخير وتقديم في موعيد الأزان مما تسبب في مشاكل كبيرة بالنسبة للمواطنين لذلك كان هناك اتجاه بأن يكون هناك بس موحد من خلال ربط عدد من المساجد بمؤزم واحد فقط هو الذي يقوم بالأزان في توقيت واحد ده بالنسبة لكل يعني كل محافظة بحسب توقيتها المحل لكن طبعا أعضاء من البرلماء وقتها وأيضا من الطيرات الدينية رفضت هذا الفكرة وأكدت بأنه لابد أن يكون الأزان حيا وليس ببس مباشر لكن انتهت وزارة الأوقاف بالفعل بالاشتراك مع أو التنسيق مع وزارة الاتصالات على أن يعمموا هذه الفكرة في مئة مسجد كتجربة هذه التجربة تم صرف عليها مبالغ كبيرة حتى يكون هناك ربط إلكتروني وربط بس مباشر لهذه المساجد حتى الآن يعني بحسب يعني وزارة الأوقاف أنه سيتم خلال نهاية شهر يناير تطبيق هذه الفكرة يعني في المئة مسجد في محافظة القاهرة على أن يتم تعمل بعد ذلك هذه الفكرة في باقي المحافظات الكمورية إن شاء الله الأستاذ إبراهيم قاسم التاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة شكرا لك شكرا لك مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحافة الغد غدا بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر